مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في إيران، يحاول الرئيس الحالي حسن روحاني تعزيز حظوظه والدفاع عن سجله الاقتصادي بعد حملة انتقادات قادتها شخصيات محسوبة على الحرس الثوري الإيراني. روحاني وضع سياسته الاقتصادية القائمة على تشجيع الاستثمار الأجنبي وأمله بجذب 140 مليار دولار على خط تماثاً مع الحملة التي أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي تحت شعار الاقتصاد المقاوم والذي دعا فيه المرشحين الستة إلى عدم الرهان على الاستثمار الأجنبي لإنعاش اقتصاد البلاد المهتز. روحاني الذي يواجه منافسة مع إبراهيم رئيسي المحسوب على التيار المحافظ ذكر بتصريحات سابقة له وعد فيها بإنهاء عزلة إيران الدبلوماسية لكنه وفي رد ضمني على التيار المحافظ استبعد حل المشكلات بترديد الشعارات فقط. ولم يوفر روحاني الحرس الثوري من انتقاداته وطلبه دون تسميته بالاهتمام بالشؤون العسكرية والأمنية على الحدود متهماً إياه بإرهاب المستثمرين محملاً سلوكه الأمني مسؤولية تردي الاقتصاد في إيران. ترجمة نانسي قنقر